كشفت استشارية الطب وعلاج الادمان والطب النفسي رئيسة القسم النسائي لعلاج الادمان في مستشفى الأمل بجدة دكتورة فاطمة كعكي أن نسبة الفتيات اللي يتعاطين المخدرات بأنواعها المختلفة تصل إلى 26% بحسب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مشيرة إلى 98% من المدمنات خارج التنويم لأن بعض الأسر ما زالت ترفض إيداع فتياتها للتنويم وإن استدعت الحالات معتبرين ذلك وصمت عار على الأسرة وأكدت الدكتورة كعكي أن ما زال الحشيش والكبتاجون يحتل صدارة تعاطي الفتيات للممنوعات وكشفت أن تعاطي الحشيش بات منتشر بكثرة بين المراهقين خصوصا بين الفتيات والصبيان الصغار مؤكدة أن المستشفى الأمل بجدة يستقبل من حالة إلى حالتين يوميا فيما يستقبل في السنة نحو 60 حالة هذه الحصائيات كانت بحسب ما نشر اليوم في صحيفة عكاظ لكن تنضم لي هنا استشارية طب وعلاج الأدمان وطب النفسي ورئيسة القسم النسائي لعلاج الأدمان في مستشفى الأمل بجدة الدكتورة فاطمة كعكي أهلا دكتورة فاطمة أهلا بيك وبالمستمعين الكرام يعطيك العافية الله يعافيك الحصائيات هذه صحيحة اللي اليوم نشرتوها؟ والله يعني أولها مو صحيح 98% نسبة كبيرة جدا أنا ما صرحت بيها اشترحت بيها؟ تعرف يا أستاذ الفاضل أنه مع احترامي للصحافة وجريدة عكاظ على أساس من يبغوا يأخذوا سبق صحفي ويبغوا يعني نوع من المردودة المادي فبيستغلوا وجود بعض الأسماء المشهورة وبالذات يعني أنه أنا رئيسة القسم النسائي في مستشفى الأمل وبالإضافة لأن المخدرات هي تربة خصبة يعني كثير الناس بيتكلموا فيها وهي ما فيها دراسات يعني مكتوبة أو منصوص فيها من قبل وزارة الداخلية أو من قبل مستشفى الأمل فأنا ما ذكرت هذا النسبة العالية مع احترامي لها أو لجريدة عكاظ طيب مع كامل التقدير للزملة في صحيفة عكاظ إلا أنهم ما يمكن يتقولون على واحد يعني يكذبون عليه أنا أبغى أرى إيش صرحت فيه شوف يا أستاذ طيب بالنسبة لـ 98 هذه نسبة عالية جدا لكن بالنسبة أنه نسبة اتفاع المخدرات إلى 26% وأنه كل يوم بتجينا حالية من النساء هذا صحيح وأنه نسبة الكابتقون ونسبة الحشيش نسبة عالية في النساء صحيح فأما بالنسبة لـ 98% مدمنات غير يعني اللهم متنومين فهذا كلام مرة عالية نسبة عالية جدا طيب هل هي عشان تزب القراء وعشان تزب المجتمع السعودي فنما تنزل نسبة يعني لو كانت النسبة 26% إذن كم فاضل من المية يا أستاذ الفاضل؟ صح أو لا؟ طيب هل عندنا نسبة كبيرة يا دكتورة في المجتمع من البنات اللي يستخدمون حشيش أو كبتاقون خارج مستشفى الأمل؟ لا لا تعرف النسبة الأعلى الرجال نسبة النساء أقل لكن بقية الموضوع أنهما في نسبة بسيطة كحالة فردية أو كحالات فردية نتيجة أنه هي بعض الموانع مثلا وصمة العار أنه البنت أو الزوجة أو الأم تحت وليها تخوف الأولياء من مستشفى الأمل أنه هي مستشفى يضم الرجال والنساء مدمنين مع مدمنات فهذا نوعا ما يمنع بعض المدمنات أو زويهم أنه يجوا يتعالجوا عندنا فهذا الموضوع صحيح مش أنا اللي صرحت به يعني كل المستشفى سواء مستشفى الأمل بجدة أو بالشرقية أو بالرياض هذه صحيحة أنه في تخوف لكن نسبة 98% يا أستاذ الفاضل أنا ما صرحت بها نسبة عالية جدا غير معقولة طيب عشان 98% كبيرة جدا على كلامك صح هل عندكم إحصائية عدد بالنسبة اللي فيها الفتيات أو عدد الفتيات هي الأحصائيات حالات فردية بنسبة من 20% ل 26% زي ما ذكرتها في البقية الموضوع لكن كسبق صحفي نمو أن تحط القنبلة وتنزل الكلام البسيط الصحيح الناس بيقرؤوا أول الموضوع ما يأخذوا الموضوع ككل فاهم علي أستاذ الفاضل أنت عندك مشكلة مع أكاض اليوم والله ما احترامي لها واحترامي لأستاذ الفوز ما أعرف يعني طيب أنا أبغى أقول هل 26% هؤلاء مدمنات؟ نعم هذه صح مدمنات؟ هذه صح أنه هي من 20% ل 26% مدمنات لكن 98% هذا كثير أنا ما صرحت به مع احترامي لعكاز ومع الأخت فوز طيب كم النسبة اللي عندنا في المستشفى الآن في المستشفى الآمل؟ هي من 20% ل 26% البقية بالطبع تكون من نسبة الزكور لكن النساء نسبة يعني أقل 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 كثير من الرجال طيب ليش الأهالي عندهم مشكلة من زمان مع مستشفى الأمل أنه ما في سرية وما في حفظ المعلومات وأنه إذا كان البنت عندها مشكلة بنسكت وبنتحمل وبنعالجها إحنا ولا نوديها من مستشفى هل المشكلة في مستشفيات الأمل ولا المشكلة في الأهالي؟ والله أنا أعتقد يعني في مستشفى من الأهالي لأنه الأمل يعني في سرية حتى نحن أنا بطمنهم أنه الملف ما يذكر اسم المريضة أنه كل الطاقم اللي بيشتغل في مستشفى الأمل من السيكوريتي من الأمن إلى أنا الاستشارية ومديرة القسم كلنا نساء ما في ولا أي نوع من الذكور تصدق؟ حتى المراسلات مراسلات سيدات وليس برجال لا ما لا دخل الناس ما يتكلمون عن الموضوع هذا الناس يتكلمون عن أنه ممكن تكشف الملفات هذه في يوم من الأيام بالعكس أنا أطمنهم لأنه في سرية تامة زي ما تكون في الرجال هي زي سواء بالنسبة للنساء ولكن حساسية المرأة تعارف المرأة أكثر حساسية في المواضيع حاصة خاصة الإدمان والأمراض النفسية يعني أنا كنت أشتغل قبل سبعة سنين في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بجوار الصحة النفسية كثير من السيدات بيجوا يتعالجوا عندي وما يروح الصحة النفسية ليه؟ لأنه يقول لك مستشفى عام أفضل أنه نحن نجي الراجع كعيادة جراحة باطنية حساسية لكن ما نجي نراجع في مستشفى نفسية واصمة العار والمفهوم المغلوط للطب النفسي وطب إدمان دكتورة فاطمة باختصار نسبة العائدات إلى المخدرات بعد ما يتعالجون عندكم عندك نسبة أو إحصائية بهذا الموضوع؟ والله مع الأسف لا أنا بأعمل بحث بعد موافقة الداخلية بس لسا ما انتهيت على النتائج ما وصلت للنتائج طيب الدكتورة فاطمة كعكي استشارية طب وعلاج الإدمان والطب النفسي ورئيسة القسم النسائي لعلاج الإدمان في مستشفى الأمل في جدة شكرا لك يعطيك العافية